تعاني من مشاكل ضعف النباتات والنمو البطيء والسفرار الأوراق وذبول النبات معنا اليوم الحل السحري الموجود في مطبخ أي منزل وتمنه رخيص هذا المكون اصنع منه أقوى سماد ومنشط للنبات بعد استعماله صدقني أن حديقتك ستتحول لجنة خضراء هذا هو المنقذ والحل لمشاكل النبات صنعت منه خمسة لترات وأستعمله لكل نباتاتي والنتيجة ما شاء الله نموات خضرية وأوراق كبيرة وتزهير وإذا كنت تستعمل تربة سيئة فهذا المحلول الأبيض سيحسن بنيتها وتهويتها وهذا يعني تسهيل انتشار الجذور وهذا كله معناه نبات قوي أخضر مزهر ومثمر سماد اليوم أصدقائي هو نشاء الظرة نشاء الظرة مكون طبيعي مشتق من حبوب الظرة يعني سماد اليوم طبيعي وليس كيميائي ولا خوف على صحتكم هذا المسحوق معروف عند السيدات وتستعمله في المطبخ أخذت منه خمسون جرام أضفت إليه الماء ونضعه تحت نار هادئة حتى درجة الغلايان شاهدت في أحد القنوات الزراعية خطأ فادح عند استعمال هذا السماد والخطأ هو خلطه بماء بارد وهذا طبعا خطأ لأن نشاء الظرة علميا لا يدوب في الماء البارد ويعطينا عجينة سميكة متلاسقة والصواب النغلي في الماء إذا الأصدقائي معدل الاستعمال هو خمسون جرام نشاء وخمسة لتر ماء باختصار كل خمسون جرام نشاء نستعمل مع خمسة لتر ماء نتركه حتى يبرد والنتيجة محلول أبيض وسماد من ذهب سأحدثكم عن فوائده وطريقة استعماله يستعمل سقيا ورشا عند السقي سيفعل الأعجيب بالتربة بحيث يحسن قوامها ويفككها ويجعل الجذور قادرة على الانتشار بدون مشاكل ودائما أقول لكم جذر قوي يعني نبات قوي سيساعد التربة على الاحتفاظ بالماء وسيزود النشاط الميكروبي في التربة وأقصد طبعا الميكروبات النافعة حيث ستتغدى على هذا السماد معدل الاستعمال مرة واحدة فقط كل شهر أما إذا أردت استعماله رشدا للأوراق فلا بد من تخفيفه للنصف ونرش أوراق نباتاتنا وتذكر أنك ستعطيها الكربوهيدرات أعتقد أنك لم تفهم أو أن البعض لن يفهم معنى ذلك حسنا سأبسط لكم حتى يفهم الجميع العمود الفقاري لحياة أي نباتة هي الكربوهيدرات وتسمى مستودعات الطاق نشاط ذرة أهم مكون لها هو الكربوهيدرات وتخيلوا معي أن كل 100 جرام من النشاط أغلبها أي 91 جرام كلها كربوهيدرات ويمكنك عمل بحث على الأنترنت عن دور الكربوهيدرات للنبات عند رش أي نبات ستزوده أيضا بالكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم نعم بكميات صغيرة لكنها طبعا نافعة لأن ما يهمنا هو الكربوهيدرات وستلاحظ بعد استعماله تطور رهيب للنبات وبالأخص النموات الخضرية والأوراق والأزهار الكثيفة هل تعلم أن أكثر عامل يؤدي لتساقط الأزهار في الأشجار هو نقص مخزون الكربوهيدرات إذن تخيل معي نتيجة استعمال هذا السماد للحمديات والأشجار المثمرة إذن هذا السماد هو سماد الطاقة ولمساعدة كل من يشاهد هذه الحلقة ولم يتعرف على نشاء الظراء ربما لأنه في بلده يعرف باسم آخر لذلك أطلب منكم أصدقائي أن تكتبوا لنا الاسم الذي يشتهر أو تشتهر به نشاء الظراء في بلدكم وأتمنى أن تدركوا أن وضع إعجاب وكتابة تعليق جد جد مهم لأخوكم توفيق حتى ينتشر الفيديو وتعوم الفائدة إذن فضلا لا تغادر قبل أن تضع إعجاب والله الموفق